مرحباً أنت أشعر في تحديثنا عن السبب في عيدينا المجتمع أصبح من المعنسة في المدينة في البرنامس وقصد عددنا نعم، كمعنسة في المدينة المجتمع كمعنسة في المدينة المنزل ومعنسة في المدينة المجتمع ملاحظة للفضل أمريكا فcurrentة كتابة الكتابة المتحدة المتحدة في مرة أخير في هذه المقبلة فاعتي في المرة بنجد كتابة المتحدة أعتقد كتابة عشراء المتحدة اتباعد الناس والخروج يتبع المقربة لكم كانت تابعة الكتابة أحدون الكتابة من أجل الأعجيب المتحدة في الطاق الكتابة المتحدة اشتركوا في القناة وهناك ملتقصة بلبسكب ٦٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٨٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ٰ没 فارjo مدتemic الدولات من تنظر هم واسم محبه اجعراض و الدول إياست من نوروني يمكن أن يكون الأولاد في التعليمات في التعليمات. عندما يتوقفت في أجل تقارب المجيون في التعليمات في التعليمات في التعليمات في التعليمات. أنه يعد على نهاية إسرائيل لنفسنا. لكن الطريق أشيء لن يتجرب بأن فرس بلانس فرس بلانش فرس بلانس، يا إسرائيل لا يتعرض بها تثقات الإنسانات التي قادتها الجنسية التي أتجهد أن تهجمًا أيضا فخام الأبرناس وتنقل إنشاء الجنس والأدوات الجنسية التي أفضلها في الأضوات الأسع Fire eine فعالية من الزيات التي أسجلها ساعت تضمن في الأساس وفشاهم كثيرا وتعالى القرامات التي شخصها بشكل الإجاباء ترجمة نانسي قنقر 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 وهذا ما حدث حدث تغييره ولكن القرآن تغييره وبالتالي بعد الأطاق 7 بحامس في إسرائيل إسرائيل كانت أكثر أجرسية مستطيع أن تغييرها بكل أكثر من أجرسية في أكثر من حامس في أكثر من أكثر إسرائيل كانت تغييرها وإنه لا تغييرها وإنه لا تغييرها كما تغييرها وإنه لا تغييرها أكثر من أجرسية أو أجرسية إسرائيل أن تغييرها أكثر من أجرسية أجرسية على إران المساعدة في دمسكس في أن يوجد أن يكون دو جنرالي وفاقين 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 أكثر من أجرسية في أكثر من أجرسية لم تجربة أجرسية فشمات تغييرها إن فاسرية أجرسية إسرائيل أجرسية إسرائيل إران المبنان ودو سوريا ودو جنرالي في أجرسية وإنه لا توجد ن home أجرسي إباسي أجرسية تقويلة من استغزالة بلد تقويلة طيب لذلك ليس جداً للإران أن تظهر هذا مجدداً للإران. أيضاً، ماذا يفعلون جنرالي في المنزل؟ نعرف جيداً ما يفعلون جنرالي. كيف يفعلون جنرالي في المنزل؟ إخوانه هو المرحب الوصول لدينا كزه يفعلون جنرالي. مجدداً، كلمين كثيراً جنرالي في إرانا على الرحمن الرحيم الآخرية فالإراني صلى بيست الأصالج طمعت dansن trusts اشتهاء을 به 그리고 wir saw sieväر them fly over the Kurdistan region one even not far from Erbil hit ground rav enkt refロ about Kyrgyzstan and athad yis Manitka the other人 now this was a very serious attack but I'm going to suggest that it was not as serious as it could have been سألت ذلك هذب الطاضي بشكل كبير لقد تستطيع أن يتعلق تأتي لذلك كبيره هي حذب الله ويبنان ستسلق الدول الم climش المتحدة والمريضة التي يتقل لها لها كما في المصدر لذلك هناك بعض اعتدار لقصب م PUBL سرحيذ تستطيع التسسسسسس لما يجعل اشترسسسائي لذلك في المنظم شيء يكتر بها لعض الموارعات التي يتعب بالهدئ السلطة التي تتعب بالهرباء عليها الإجتماعي أن في سيدات وزار ما على جهزه أيضاً يلسى زال الأمام بحث السلطة والعضاء كاملية أمام الموارعات في بساطة الموارعات في ثلاثة الموارعات في دماثوس The same is true for Israel. Domestic politics are pushing for a robust Israeli response to this direct attack from Iran. So, let's talk about possible Israeli responses. I'm going to lay out three for you. The first one is what I call, take the win and do nothing unusual. And by nothing unusual, I mean Israel would just keep hitting targets in Lebanon and Syria, sometimes Iranians who are not on embassy grounds or Hezbollah or Hashtar Shaabi groups and so forth. But I call it taking the win, because by launching this attack on Israel, Iran pushed public opinion a bit more back towards Israel, which it had lost because of all the carnage in Gaza, and strengthened Israel's alliances with both regional actors and the United States and European states. In fact, we saw an unprecedented coalition of Iran in Gaza in .. So, you understand why Israel is wrong. What is Israel based on the issue of Syria? which the majority of the Israelis are not on the Israeli side, is not on the way they are on the way. And I mean, if all of the Israelis are on the way, Because Iran is doing what's going on, and they don't have any other situations to the enemy. unsarag we saw an unprecedented coalition based out of Qatar which included the United States the UK France Jordan Saudi Arabia egypt shooting down the Iranian missiles like I mean who would have imagined such a scenario completely مصر بجارب كوناب خسن خوار وي مشاكاني إيراني درونكاني إيراني وجوري لهاقيماني درسان أردن so I call it taking the win because Israel could say okay there was no damage but we've been attacked we need alliances and we want to work with our partners and Iran is the bad guy and so it's a diplomatic win and then Israel would display restraint because in the end there was only one Israeli Bedouin girl in the Negev injured in the attack and no significant damage and it actually displayed Iran's limited capacity to hurt Israel but I don't think this is the option Israel will pursue the kind of don't do anything different option a lot of that has to do with the government that's in power in Israel right now and domestic political considerations but there are also some legitimate Israeli fears about deterring Iran if they don't deter them now maybe the next barrage of hundreds of missiles more will get through and there will be terrible damage so the second possible Israeli response this is to react in a kind of calibrated controlled escalation against Iran examples could include attacking Iranian shipping or other interests cyber attacks on a scale larger than we have seen before and targeting of Iranian assets further afield in general including in Iraq but not targeting Iran itself or there might be other options that I haven't been imaginative enough to specifically come up with we'll see if those emerge because I think this is a very likely scenario the most likely scenario but of course the attempt to respond in this calibrated controlled escalation doesn't always control the escalation and then Iran might hit again and this is how things spiral out of control and the third option is a major escalation an attack on Iran itself with or without the participation of Israel's allies some in Israel as well as the United States are seeing the Iranian attack an attack as giving its enemies an opportunity to go after its nuclear facilities because it started it I don't think Israel has enough capacity to eliminate the Iran's attack to eliminate Iran's nuclear installations by itself however and with a Biden Democratic administration just before an election in the United States I don't think its most important ally has the appetite to help with this either and it just before an election in the United States Iran sees the risk and it closed its nuclear facilities yesterday and put everything on lockdown سوف أغلب الإران. فما تغلب الإران المعارضة اسمها من أخرى. حينما تتحيح الأنسانية بسرعة للإران. إسرائيلي سجتعب أمور الإراني لديها الحالة. فإنما تتدعوا الإراني لديها السبعات تحيح الأنسانية. أو بابليم غريب إيوان عسكريك لإيران هولة تارانها ومبر And I think that's why Iran moved its military parade from some highways on the outskirts of Tehran that would have been much easier to target to another location without live coverage and things like that because it was precisely afraid that Israel would strike. and the other way it's not going to be able to do it but it's not going to be able to do it but it's not going to be able to do it Well, another option and perhaps one of the more dangerous ones to Iran is for Israel to target its oil and gas infrastructure. بابليم غريب إيوان عسكريك لإيران بدا إحتمالاً بنك غازي وزو نوتو آني إيران بخاطجر بلا مرأسكريك Because, you know, when we were looking at the protests in Iran that began with the killing of the last protests that began with the killing of the poor young woman not properly wearing her headscarf the argument was that there are only two ways to bring down the regime in Iran بخاطجر بيومان بيوكات إيكاش نارزاتي كان إيران حبو إيجينا 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 أبداً للمتاكسيه المترجم للإنسان بشكل مهاتي كما ترى اسرات تجربة وعندما أعطينا يعيش بشكل مهاتي فشترك فإسرالي حقاً لكما ترى أن ننطيع العملية باستردت التحديد for export, for refining the wells and so forth, then Iran's main source of finances in an already very shaky economy is literally down the drain. So as Israel looks at its options for responding to Iran's latest attack, these are the kinds of discussions that are happening about the possible targets and so forth. But option number three is a very risky, we're talking full-out war. Right? And under such a scenario, we could expect Hezbollah to launch like a hundred thousand short-range inaccurate missiles from the north into Israel and to overwhelm the air defense systems of Israel and cause significant damage. So for all these reasons, I think option number two of a kind of attempted controlled escalation is the most likely scenario we're going to see. So what are the repercussions, the possible repercussions for the Kurdistan region of Iraq? Well, in scenario one, it's no big deal. It's the status quo, which isn't a great status quo, but it's business as usual. In scenario number two of limited escalation, this could be a big deal for Kurdistan if the Israeli attack is against Iranian assets or allies in Iraq or if the Hasht al-Shaabi gets activated against the U.S. in response. In that case, we would see the kind of atmosphere that we had in the second week of January, and the third scenario where it looks like the start of an all-out war. here, all bets are off and very much depends on how much the U.S. gets involved in that war. I suspect that if an all-out war erupts between Israel and Iran, despite its preferences within a short amount of time, even the Biden administration would be involved very much so on Israel's side in that war. So, I guess in conclusion, I would say historically when all-out wars break out, and this provides the Kurds with both risks, of course, but also opportunities to improve their position. I don't think I have to tell all of you in Bashore about this kind of thing, from 1990, 1991, 2003, and, or also, you know, and, well, especially, let's just stay there for now. So, the Kurds have to, as usual, do their best to be ready for any scenario. In some ways, they are very ready because they have developed excellent lines of communications and relations with both the United States, the European actors, but also with Iran. and also Turkey, I should add. This gives them options in how to position themselves. Where the Kurds are not ready for any scenario, as usual, occurs with internal divisions. And, again, I don't think I need to talk to you about green Kurdistan or yellow Kurdistan or other similar issues. You know them very well. What allowed the Kurds to take the most advantage of changes in 2003 was a reconciliation between the main Kurdish parties in Bashore and a newfound willingness for them to work together. That's the kind of being ready scenario that should be envisioned. Thank you. Thank you. Thank you, Fabrice. So, Israel is going to launch a conflict against Iran. and the U.S. 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 are trying to employ the legislation. In Israel, there are a lot of issues in Iran. The U.S. and the U.S. and the U.S. and the U.S. and the U.S. are aiming to intervene together in Iraq. The U.S. and the U.S. and the U.S. war agreement is a good thing. لأنها كما قلت بفضل المقابلات المملكة من أجل العراق المتحدة لقد عصلت للأمام الأولى وهي يتظهر للأمام الأمام المقابلات المقابلات المتحدة لأجل مقتنع هذه المقابلات كما أقصدت نتوى كنت أكبر ولم يتحدث عن الرجل السلطة الغرينجة وهذا ما يقرأ بالفعل بأن في عام 2020 يتصرف ادعاء الوقت الأولى لأنه كان يتصرف ادعاء مستقبل ولكن منظر أن تصرف ادعاء الوقت الأولى فهذه السلام يتصرف فإنسان هتصرف ادعاء هذه الوقت الأولى المترجم للقناة 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 ونحن بكار بينا دج بنا كاني هر بوي اشه رنق بوي إسرائيل باج نبيتك باز حماس و حزب الله لنا وبا بوي ك هيرشو هرشي إيران نمينت بو رج آواش رنق باشتروى بك إسرائيل هجوم كارسر حزب الله لنا ولكن اللبنان باوي كارسر حزبه إيران تقولاه كارسي وستشل عملك جيد تنجي هرموز لخليجي فارسي لكن داري فارسي قطع قاتو و هروهاب كيشلا داريي سور درسقات واتقر إيران اوتواني هي آنبكة ولهم حزب الله آنن ناتوانوكن ما قد يكون الإيرانا غريق؟ إيران حصلت على خلال الضوان عن عن طريقة قام بتم داري pero أيضا تقديم بل عرب داري سوري يوضح معه أنه تجزيطي تقديم تغيير لأنه في عام 2014 يستخدم كل مستخدمات كبيرة لأنه يجب أن يقوم بعمل كبيرة فإران أعلم أن يكون هناك أشخاص بأسرائيل وأن يكون هناك أشخاص بأسرائيل لأن في أسرائيل أشخاص بأسرائيل سوف يتم إعجابة الأعمال بالتعامل ولم تجعله إيراني ورغمي إيران تأثيره المترجمات بالتعامل بالعمل يريد أن تجعل الأمريكي من الجميع من سريا و إيران لتجعل أجهار التعامل من السرائي مما يجعله بما يجعله أخرى لتعامل الامريكي ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي 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 قنقر شيött نانسي قنقر نانسي قرب كما تقول لدينا في المدينة على المشاكل من المساعدة في أجل المساعدة من المساعدة لتحدث في رجل المساعدة إذا كانت تحدثت، ما هي المدرجة للإسرائيل والأمورات؟ إنه يمكن أن تساعد الإراني من تساعد الإراني من تجربة المنزل ومع تساعد الإرانيات؟ هذا هو أساسي، كيف يمكن أن تحققه؟ وبركات العرمز وفي المحاولات التجربة تجربة 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 عنه تجربة تجربة من الواضع تجربة بنفس الخيان بمثال ارجل نظام شكرا للمشاهدة توفر بإمكانت على مجال أراد فترة لماذاày أروف الأدران لكن هذا المؤüşات الصندوق ن على مجال أرادة مع هذه المقدرة سنضير مجنون المترجم للغاية في المترجم للغاية المترجم للغاية المترجم للغاية المترجم للغاية المترجم للغاية راف Israel agreeing to work towards a two state solution and the current Israeli government is not capable of doing that. لتنشيكا وبينات حكومتك إيستا إسرائيل ويبيبكريا لأمتواني أو عدده So, unfortunately, it's probably going to continue to just be a huge mess ويكد من ديبيني بداخوة غزة دواجال بس بشيويو أو الشرد بكتيدا بوخانيه في الكهية Now, for more on what the Kurds can do if Israel attacks Iran Well, first and foremost, the Kurds have to keep their heads down under such scenarios But it's not enough to say that I spoke about opportunities Let me give you an example I don't just mean if the Kurds see a multinational alliance against Iran and it's clear the regime is going to fall then they're well positioned to take advantage because that's not the most likely scenario What I mean is if Iran is put in a very difficult situation during a war with Israel it's an opportunity for the Kurds behind closed doors to go to the Iranians and say we can help you make sure that, you know Israel doesn't attack you from our territory and we can, you know, help keep your border defended but what are you going to give us in return because we don't like what you've been doing through Baghdad recently is that a decision that the Kurds can make themselves? not attacking Iran from their borders Well, the Kurds can keep the border from being used by others at least within the Kurdistan region that's something that is within their power Iran's going to say it doesn't have the power to make a new federal supreme court in Baghdad or to make the government there actually respect the constitutional provisions for autonomy but we all know that's kind of a lie But the basic logic is the Kurds are the weaker power but they can play stronger powers off against each other to get them to do their most to get the Kurds to their side It's a dangerous game, of course, though because they need to read the field very carefully they don't want to side with, for instance a foreign actor against Iran and then the war's over inconclusively the foreign actor goes home and Iran's still their neighbor Now, about the advantage for the Allies in working together to stop Iran You know, for the Gulf Arab states and for Egypt as well and many in the region Iran is the bigger threat is the biggest threat and, you know, it sure takes a lot to get these guys to shoot down missiles heading towards Israel at a time that Israel's killing a lot of people in Gaza but the threat from Iran is enough to do that and so they have a lot of benefit to gain if they can contain Iran's bid for hegemony in the region which has brought us to this remarkable moment where we see this kind of alliance building and this was Iran's big mistake in attacking Israel directly and that can only be undone by an equally big Israeli mistake Does anyone else feel like لاني كان بو لا راقتني درونة كان اوات شون داتواني لناو بشي اقربتوا اسرائيل هليكي زور قبرة تبكة يعني اوش هزروا حجموني بولها التشامبي زور باشا thank you very much Dr. Romano والله من بسيارة نمدي ببورة دكتور فرمو فرمو we have another comment thank you professor Romano thank you for my voice i call thechat i address my now we should say information thanks thanks it was more zavit you promise yes 網 is Iran did кровать r син for 65 0 ke إذن الإسرائيل دعمك تمسيليك وستحيل مشكلة عاليك منظرة كماديك كواته آية استفاهمك إياه لنوان إسرائيل إيران أمريكا لن يعلم الميزة الاشتراكية كواته إيران أمريكا كواته إيران أمريكا كواته إيران أمريكا كواته إقليمي توريلي كواته إقليمي كواته إسرةائيل حاولتا أن المتحدث كتبه إيران أمريكا كواته إيران أمريكا كإران أمريكا كنسلا كنسلا ومثل المتظرات هناك إسرائيل أمريكا كانت مستراتيزية حجوم سربز بوشي بكرت ووضع سقامجيري لشرق لوسر قولي بونا سقامجيري ونزيجي لغو حربتي حليمي حجوم سل إيران لا تكتب بوشي ويكا يعني بوشي ويكا الفكر يكتب حتى نظام كيب بوشي أعني لغشي يحدث تلك المسلمات كثيراً اصبحت الرئيس chính تركيزه الأمريكات في المياهين التي تحدث من المعنوات سيئة الأربية ويجعل م��د منسلات سيئة الإيران شخص سيئة سيئة سوريا رائحت مستقبل حسابي مقاوم الشعبي وولائي الحاوراتي فهذا حسابي مقاوم الشعبي لو وصعي يمكن أن يكونها هذا هو حيانة مستقبلية وحيانة الدستورية على خيار وهذه هي إراقيا ووضع إراق رد نوع هذا الوصف وكيف عانيت مبسلين هل يقولون بايدين دارد الشيطين ووضع دارد الشيطين وموضون اشترك شكيه برد الدول وفي سابقت وآهدا فهو الكثير من المستخدمين فهو الكثير من المستخدمين وطبيقنا وطيطين وصع بداية وانهارية ويتم وطبيقنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر and how can Israel now react we know that Iran is not just one country it's like five countries it has forces in Yemen, Iraq, Syria and Lebanon and controls the governments in these countries and I think that Israel made a maybe geopolitical mistake by continuing the war in Gaza when it comes to Iran I think relying on the government to be removed or toppled by external or internal forces will be very much difficult and how KRI can react, I don't think that KRI is, I mean Kyrgyzstan region is an independent powerful enough actor to do really anything the KRI is is very much dependent on Baghdad even if we are in the team of the Iraqi prime minister visiting Washington still we are it's just a protocol and nothing really serious it's symbolic and we whatever we do is should be in line with Baghdad there was something about the understanding between the US, Iran and Israel if you can mention that and Iran is wrong because Iran is wrong in hand Iran has changed in order to Iran go on to Iran بعدها تعالى وقت نظام سلاح التواصل على الإران تضرور الاجتماعات المكهلية في إران أراضي المعارضة فقط تضرور مكهلية لكي الأيام فبريس كنت أشاري بشأن مكهلية cuales لدينا علاقة الانتقار من البنباست وقت يجب علي العثورة في الاجتماعات في الحياة. قمنا بتتعرف لعملهم العربي باقريبا السياس والمشاريع. العربية احمد ابتك إفتحه من المتجهات التي يمتلك مع النظام بين المناطق المدور وركوب ويجبك أن يحصل على الأرض. ولكن هذا يجب أن تخز الأرضاء من يجب أن يكون العربية وشماً وق PRSO أن يكون يجب أن يكون هناك. حيث كما تحصل الى العالم من الوقت 컨يارات المدنية حتى السياسة من العربية. لا تزالك بالسماعات ولا تزالك. ولكنت على أن المجمعات من القناة، فاتفة القاعدة بأن الاران و اراق لا يعطية الشخص سابقا. أشكرا. فإن اران سابقا حتى يتسعى لل bracالي فإن كربطان واتفر. أشكرا. فإنما المدنة لدينا أن نداع تحيي إران، أولاً، أولاً، ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر وأيضا يا ربما يجب أن تتباونا بإمكانك المدينة وأن يجب أن تكون في مدينة العالمين من حدث أن الأمر يجب أن تكون فإنما مدينة ويجب أن يدعي من المدينة العالمين إنه ليس هناك فرصة في المنزل الإسرائيل ليس هناك فرصة في المنزل شكرا فابرس وإنهان إنه قد يبغي أرسالحه برد رسالة للسرية أو رسالة فيه على المحاولات السرية حين نظاماً لأرد عبادة التواصل في الماعدة وفي تجهزة القرآن ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر لديك لديك المستفيد على حاناته لديك مستفيدة لحاناته لديك أستطيع حولها بحاجة في مستفيدة لديك أساس الأساسات من المستفيدة أن تكون متفيدة لكن تتعلمون بأنني دكتور شيرزاد أكثر مستقل وصدقه في هذه المدينة في حالتها وهذا زور دور بن ويني بروفيسور رومانو دللي وراسته بلام آية من حظكم ليو بي بي ستم هرمي كردستان تصلاة يوينيك وزعك لبغدا لعراق تيكبدا كما بس يوينيبا لتواني و هياز نييك هياتي أبا I agree I don't think the West is trying to remove the regime in Iran I don't even think they're I think they're even resigned to Iran getting nuclear capacity if nuclear weapons capability if it wants to they just hope that it won't do the final steps like to create the bomb and will just stay two weeks short of getting a nuclear bomb a kind of turnkey position if Iran does build the nuclear weapon what happens then well besides the nuclear arms race in the whole rest of the region as everyone else tries to get them especially Saudi Arabia even Turkey and others I'm not sure because Iran has a bigger credible threat to use them because not everyone's sure if the ayatollahs are rational because the of the people who are not able to attack them they can't do anything to us because they're still in Saudi and they're still in the world and they can't do anything and they can't do anything I can't do anything to do with their mind كم ذهنه وكم أقل من بيانه وشكا بكار بيانه That much said, if people are sure enough that they're rational then they can still go after Iran even if he has nuclear weapons by the same strategy that Iran goes after Israel which has nuclear weapons the death by a thousand cuts but it all gets much more scary for the last one for the circumstances in which the consulate were attacked هذه المقبلة تحسين لا تتعرف إذا كانت تجربة مجرد البطار أو سيكون أو إذا كانوا يمكنهم وما تجربهم هنا ما يعتقد أنهم نحن 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 لكنها تحدثت لأنها كثيرا وأنها تكون نحن 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 that's not funny at all but and they just because of their higher tolerance for action after October 7th decided to take advantage and take them out there's a really good show on Netflix called The Ghosts of Beirut where they're after Mugyeb the head Lebanese هزبالله financer of the 80s and 90s and it's tough to get a good shot at people who are being careful so I wouldn't be so sure that the Israelis just chose to spark the whole situation with the attack on the consulate I have a prominent with the consulate but we have a lot of consulate even during the consulate the consulate there are many consulate شكرا جزيلا. سباز بو ايوش جلير و كوتهيدي و لسلخوار و قاوهي و كابچونو شغل